تتسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل حيال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر وأكد مجلس النواب في بيان له أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضعية إداء حقيقة الأوضاع في مصر كما أشار مجلس النواب إلى أن هذا القرار جاء مخيبا للأمال ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر كما تابع تكتل نواب التنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب وشيوخ البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي احتوى مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعتبر تكتل نواب التنصقية البيان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية كما حضرت كتل التنصقية من محاولات تقويد حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعا من أجل الاتفاق على قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني فضلا عن احتمالية الاستقرار على الموعد الرسمي لانطلاق جلسات الحوار وأسماء المشاركين به وخلال الاجتماع الأخير للحوار الوطني تم الاستقرار على قضايا المحور الاقتصادي كما تم ضم عدد من القضايا الرئيسية بالمحور مع بعضها البعض وترتيبها وفقا للإطار المنهجي لها وذلك من أجل تحديد أولويات المناقشات عند بدء جلسات الحوار قال الرئيس الأوكراني فلادامير زيلنيسكي أن أكثر من 6 ملايين منزل في أوكرانيا تأثروا بانقطاع الطيار الكهربائي بعد يومين من ضربات كثيفة على البنية التحتية في البلاد وأوضح زيلنيسكي أن انقطاع الطيار الكهربائي مستمر في معظم مناطق إلى جانب العاصمة كييف قالت الحكومة الأوكرانية أن عمليات الإجلاء الطوعية للسكان من مدينة خرصون الساحلية التي تمت استعدادة السيطرة عليها مؤخرا جارية في الوقت الحالي وأوضحت الحكومة الأوكرانية أن أول قطار قد نقل 100 شخص من مدينة خرصون هذا وتحث سلطات في خرصون السكان على مغادرات المدينة التي لا تزال بدون كهرباء خوفا من القصف والبرودة القاسية في الشتاء قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما أطلق مسلح النار في مدرستين بولاية أسبريتوتو وسانتو البريزارية وقالت الشرطة المحلية أن شابا مجمول الهوية فتح النار في المدرستين أحدهما خاصة والأخرى عامة مشيرة إلى أنه لا يزال طليقا وقد رجحت الشرطة أن يكون المشتبه في ارتكابه الحادث طالبا في أحدى المدرستين سجلت الصين 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا مسجلة ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه بثثناء الحالات الوافدة سجلت الصين 34909 إصابات محلية جديدة فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5232 حالة ورياضيا تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأمريكية بدون أهداف المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب البيت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في الكأس العالم لكرة القدم وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط ويليها المنتخب الإيراني بثلاث نقاط ثم الولايات المتحدة بنقطتين وأخيرا ويلز بنقطة وحيدة وفي الجولة الأولى فاز المنتخب الإنجليزي على إيران بنتيجة 6-2 فيما تعادلت الولايات المتحدة مع ويلز بهدف لمثله ويلتقي في الجولة الأخيرة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي فيما يقابل المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني ختام مجاز التاسعة فاصل ورود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر